ما في شارع ما في شارع إسلامية إسلامية لا علمانية ولا شرعية إسلامية إسلامية البجاء يغلقون الشرق والسبب لجنة التمكين أضحت هذه اللجنة الاسم الأبرز خلال الفترة الأخيرة فبعد التغيير الذي حدث في إبريل من العام 2019 تم تشكيل اللجنة من كوادر حزبية من البعث والأمة والتجمع الاتحادي وغيرها ترأس اللجنة ابتداء عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطى ثم أعلن استقالته بداعي وجود تجاوزات في اللجنة وأن أعمالها يشوبها التشفي من الخصوم السياسيين ظلت اللجنة وعضويتها مثار جدل كبير طيلة الفترة الماضية وذلك لكونها أصبحت حكومة وقضاء ونيابة وجهاز مخابرات كيف لا وهي تعتقل وتصادر وتقرر كيف ما شاءت وكيف ما أرادت بلا قانون أو كوابح تحركت اللجنة قبل وبعد خروج الناس في الثلاثين من يونيو وكعادتها يسوقها نزق أصحابها بأنهم أصحاب القول الفصل في السودان خرج أفرادها متحدثين في الإعلام بأنهم اعتقلوا وأوقفوا تخطيطا كبيرا ضد الأمن القومي وكالعادة أيضا ما من دليل غير صور لمواطنين عزل خرجوا ليعبروا عن نفسهم وحديث عن سندوتشات وبضعة هواتف وحفنة من الأموال لا تكفي لشيء فكانت بئسة المسرحية وكانوا بئس الممثلين تطاول لجنة التمكين وفوضويتها لم تنتهي هنا وبسبب تعدياتها على عدد من أبناء الشرق ورفضها إنفاذ القانون بالإطلاق بالضمان أدى ذلك كله لانفجار الأوضاع شرقا وخروج أهله مغلقين الطريق القومي ورافعين لمطالب منها كما قالوا الحل الفوري لما سمي بلجنة التفكيك لأنها غير قانونية فضلا عن كونها أداة في يد حزب واحد ضئيل بحسب نص بيانهم اللجنة تعيش أزمة شرعية حقيقية وظهر ذلك في سلوكيات قادتها مؤخرا وكان من أبرزها استنجادهم برئيس الوزراء لزيارة مقرهم ليؤكدوا على شرعية هذه اللجنة ولكن كل مراقب للساحة يقول بأن فاقد الشيء لا يعطيه وأن شرعية حمدوك عقب خروج الجماهير مؤخرا أصبحت هي أيضا محل نظر فكيف له أن يعطيهم هذه الشرعية تستمر اللجنة في إثارة الإشكاليات وليس آخرها ما فعله عضو اللجنة منع في اتهام شركة زين بأنها مليئة بفلول النظام السابق وأنها المتسبب في خلل التحصيل الإلكتروني ما استدعى الشركة أن توضح الأمور وتتهمه بمحاولات الابتزاز على خلفية بلاغ من الشركة ضده في قضية مشهورة استمرار تجاوزات اللجنة وخلط الأمور الشخصية بالأمور العامة يوشك أن يقود البلاد واللجنة نحو الهاوية بتصرفات أفرادها فمن ينقذ لجنة التمكين من نفسها؟